اللي بيحصل في النادي الاهلي ومن التحكيم في مصر ضد النادي الاهلي اعتقد ان ده شيء واضح جدا ان الحكام المصرين عندهم اخطاء مع النادي الاهلي بس ما بتبانش غير مع النادي الاهلي بس الفار يشوف اخطاء النادي الاهلي الفار يجري على اخطاء النادي الاهلي اللي حاكم الساحة في 5 ثواني في 10 ثواني كرة زي دي انا رضي ربنا وراضي ضمير الناس كلها أنا راضي ربنا وبسأل ضمير الناس كلها يا جماعة كرة زي دي ما تتخذش فيها دقتين الحكم يروح يروح يشوف الكرة طيب كرة زي دي الكرة زي دي نفس الكرة هي بالزبط هنا ناحية تانية أهلي والتحاد ده كان أحمد فتحي والطرد في كرة زي دي وضرب الجزاء على الأهلي كابتر إبراهيم نور الدين وهنا ما حسبش حاجة هنا ما حسبش حاجة الكرة اللي على اليمين دي بتاعتها أحمد فتحي قاعد فيها 7-8 دقايق عشان يشوف الفار ده في الكرة دي اللي هي اللي على اليمين بتاعتها أجاية دي اللي في آخر ثانية مرجعش للفار أصلا أصلا ما راحش للفار يشوف الكرة دي فيها حاجة ولا ما فيهاش مين رفع رجله مين عمل كذا مين متاء ما حدش راح ولا حد بص ولا حد قال إيه ده يا جماعة مشك يعني بجد والله أنا ما عنديش مشكلة خالص خالص وجمهور النادي الأهلي زي أنا اديت لحضرتك مثل حي حصل في 2002 وفي 2009 هو ده جمهور النادي الأهلي بالمناسبة حيحييك ويقولك أنت عملت ماتش كويس وتستحق الدوري لو أنت عايز تاخده لو أنت خدته يعني أي حد أنا بتكلم بشكل عام لكن هنفضل نعمل كده وكل ماتش الحكم ييجي ويخسرني نقطتين أو يخسرني على حسب بيان النادي الأهلي 15 نقطة 15 نقطة فقدهم النادي الأهلي في مبارياته خلال الفترة تخيل بقى لو النادي الأهلي دلوقتي 15 نقطة زائد اللي 69 نقطة اللي عنده كان وصل اللي كان كان الدوري خلص من زمان وفي النهاية النادي الأهلي لا يبرر شيء لا يبرر شيء خدوا بالحضراتكم الكلام ده كويس جدا الكلام ده أنا عارف أن فيه ناس كتيرة قاعدة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي قاعدين بيتفرجوا النادي الأهلي لا يبرر النادي الأهلي بيحافظ على حقوق لعبية وبيحافظ على حقوق اسم النادي الأهلي يا أخي ما عنديش مشكلة أن أنا أخسر لقدر الله يعني النهاردة بالمناسبة انا بروح وباجي سكندريليو من دول كتير فدخلت بنزينة قعدت في بنزينة بريح فالبنزينة فيها حوالي عشر عمال فجم يقودوا معايا ويتكلموا عن المباراة وكذا 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 وكالعادة طبعا سبع عمال من العشرة جم وقفوا معايا ويا كابتن والاهلي وحنعمل وحنخلي وإحنا في ظهر الفرقة وإحنا 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 وثلاث عمال واحد عرفت إن هو ملوش في الكرة ما بيحبش يتفرج على الكرة واتنين ما بيشجعوش النادي الأهلي اتنين ما بيشجعوش النادي الأهلي والسبعة البقين بيشجعوه النادي الأهلي هي دي النسبة بالمناسبة هي دي النسبة اللي أنا بتكلم عنها فالسبعة طبعا إحنا في ظهر الفرقة وما تقلقوش وإحنا عايزين نكرم الفريق خلال الفترة اللي جاية كمان عايزين نكرم تخيل حضرتك الكلمة دي جات في دماغي وبصراحة وأنا هتكلم عليها لسه كمان شوية هذا الفريق يستحق بالفعلا فعلا التكريم على كل البطولات اللي خدها هذا الموسم وحقول ليه وبالدليل حقول ليه وبالدليل أنا ما بتكلمش وخلاص فالسبعة الدوني طاقة إيجابية كبيرة جدا 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 هو ده جمهور النادي الأهلي قول للعيبة يا كابتن ما يهمكوش احنا عارفين ان انتوا عملتوا مباريات كبيرة جدا هذا الموسم عارفين ان انتوا تخيل حضرتك ان الشباب اللي كان معايا ده وهو مضغوط وفي شغله وفي الحر وساعت جوه في الحر وساعت جوه في التكييف وبرا في الحر حضرتك مركز مع النادي الأهلي وبيقول للعيبة احنا في ضهركو ما تقلقوش لسه ثلاث مباريات انت مجنون يا عم اسلام لسه ثلاث مباريات ايه 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 لسه ثلاث محدش عارف كرة القدم فيها ايه انا لا ايقس مش انا بس كل جمهور النادي الأهلي وكل اللعبة النادي الأهلي لا تيقس ابدا حتى لو كانوا تحت ضغط بدني كبير جدا تحت ضغط بدني كبير جدا السبع شباب دول ادوني طاقة ايجابية كبيرة جدا جدا ان انا اجي واقول كلامهم حد من الاتنين اللي ما بيشجعوش من الشباب اللي ما بيشجعوش النادي الأهلي جاء لي وانتوا عايزين تاخدوا كل حاجة سيبوا لنا حاجة فبصت له واتحكت بصت له واتحكت وقلت خلاص اوكي انت حر كل واحد عايز يقول اللي هو عايزه حر انا يعني في اي حاجة انا باتحك ما عنديش مشكلة لانه الجمهور له حق على كل واحد فينا فهو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وجمهوره ما بين اي حد تاني اللي بيحصل ده كله كل اللي بيحصل ده خلي بالحضرتك السنة الجاية او بعد انتهاء هذا الموسم اللي لسه لم ينتهي واللي لسه فيه تسع نقاط والفارق اربع نقاط انت لسه بتقول الكلام ده اسلام ايوة بقوله ايوة بقوله ليه انا مكنش ناوي اقول هذا الكلام لكن لما لقيت جمهور النادي الأهلي في ظهرنا دي بهذه الكيفية وبالطريقة دي بصراحة وبالوعي ده لا بصراحة لا لسه تلات مباريات